السلام عليكم جميعا مرحبا بكم إن شاء الله في الكورس بتعليجاء Project Management for ICT Application and Services إن شاء الله نقضي فترة مع بعض عن خلال هذا الكورس تستفيدوا منها وكلكم ونستفيدوا منكم قبل ما نبدأ نعمل تعارف سريع الناس الحاضرين معنا وبعد ذلك نبدأ طوالي في تفاصيل الكورس أنا أحمد العقيد PhD Holder التخصص بتاعي Software Engineering أشغال في في أستاذ مساعد في عدد من الجامعات بالإضافة بإضافة بإضافة المشاريع و أيضا ACP بإضافة بإضافة أنا لديه مجموعة بإضافة بإضافة من المنصة حتى الناس المحضروا معنا لن يمكن أن يرجعوا للتسجيل في أي وقت حتى أن تزادكم الحاضرين لو حبتم أن ترجعوا إلى المزاكرة ومعلومة ستجدوا الفيديوهات إن شاء الله متوفرة في المنصة ITU حسنا سنبدأ إن شاء الله طوالي ونحن نتحدث عن الآخر بإضافة حسنا يقولون أن الشبكة سيئة فإن شاء الله إذا كنتم لديه حسنا 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 ممتاز معنات لأن مهندس سحر أعتقد أن لا يمكن أن تكون في السيطة في السيطة فأحاول يعني أرى المشكلة في الإنتراد لديك هناك وأحاول أن نتحيل لها حسنا إذا أريد أن نتحدث عن الآخر سنبدأ بالسؤال طبعا سنعرف الآخر 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 إذا أريد أن نتحدث عن الكلمة الآخر على حسب كامبرج الآخر تستطيع أن تحرك جسمك بسرعة و بسهولة إذا أردت تحرك جسمك بسرعة و بسهولة إذا أردت كلمة باللغة العربية يمكن أن تكون مرادة و يتعبر عن المعنى يمكن أن نقول كلمة رشيق يمكن أن يتحرك بسرعة و يمكن أن يحرك جسمه من غير صعوبة و يسهولة أيضا أيضا معنى آخر وهي علاقة بالموضوع بالموضوع و يتحرك و يتحرك بسرعة و يتحرك بسرعة و يصل إلى خلال سريعة و سريعة و سرعة و يمكن أن نقول أيضا مثلا في اللغة الإنجليزية نجد أن كما شرفين هنا في السلايد كمثال يمكن أن نقول الله المونكي يتحرك يعني القروض يتسلغ برشاقة الأشجار و أيضا نتحدث عن المعنى الثاني هو أن الشخص يفكر بصورة سريعة و بصورة واضحة يمكن أن نقول الله بصورة سريعة و أيضا بصورة سريعة و أيضا بصورة سريعة يمكن أن يكون التفكير سريع و واضح طيب بالنسبة لها نحن نتحدث عن الإجائل 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 هي طريقة للإدارة أهم حاجة هي إثارة هي إثارة 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 هي إثارة المشروع من خلال الدورة في الحياة وهذه أحد من الأشياء الأساسية الموجودة في الإجائل الإجائل في العملية التكرار وهذا ما يرى هنا في العملية التكرار يبقى المشروع لا ننفذ كل مرة واحدة وهذا يجعلوني هنا ندي لمحة بسيطة وسريعة عن الـ زي ما عارفين الطريقة التقليدية في إدارة المشاريع التي نسميها Waterfall Life Cycle أو ونسميها ونسميها Plan Driven Life Cycle وهذا يتم تنفيذ المشروع على شكل المراحل زي ما شايفين هنا ينخلص المرحلة الأولى بـ Phase 1 حيث ستجلب ثاني 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 ندخلص كل مرحلة وننمش لتدخل العملية يتم تدخلها في نهاية المشروع ويجب أن يكون المسال بسيط جداً وواضح جداً وهذا إذا نريد أن نسلل مبنى أو نبني مبنى مثلاً والمبنى كان عبارة عن طابق واحد فالعملية التي تطلبونها ستكون في صورة خلال الصلاة كلها من البداية إلى الأن يعني أننا نعرف المبنى، الغرب، مساحاتك، وصلاة تحت الكهرباء كل هذه التفاصيل ستكون معروفة مسبقاً ويتيم التخطيط لها بصورة مسبقة نبدأ بعد ذلك في العملية التنفيذ الفعلي بالنسبة للمشروع وسنسلم المشروع الذي هو البيت في هذه الحالة بنهاية المشروع هذا نسميها الـ Waterfall أو نسميها الـ Plan Driven لأننا نخطط لأي شيء مسبقاً قبل أن نعملها فعلياً الأيجائي للفكرة مختلفة، والتي هي كما ترى في الشكل الموجود تحت لنا أن تحصل فيها عملية التكرار وبالتالي، عندما نتحدث عن الأيجائي، نتحدث أن المشروع يتم تنفيذه بصورة ثم نتخيل أنه شكل عامل فيها عموماً هي حاجة تحصل فيها تكرار في هذا الشكل نحن نفتكر بأنها عبارة عن Learning Process يعني عبارة عن عملية التعلم فالأيجائي للفكرة هي أنه نحن لا ننفذ المشروع كل مرة واحدة، ولا ننفذ المشروع كل مرة واحدة لكن نبدأ نمسك أجزاء صغيرة جداً من المشروع ونبدأ نشتغل عليها، ننخلصها، ومن المطرد أنها تتحرك المطرد أن نسلمها لـ Customer في النهاية ويبقى العملية بتاعت التسليم الـ Product ستجد أنه، إذا قسمنا هذا الشكل ستجد أنه مع الـ Line في نهاية، في أي نقطة هنا في Product Will Be Delivered أو Part، دعنا نقول حقيقة Part of the Product Will Be Delivered Team في نهاية كل Iteration دعنا نسميها في نهاية كل دورة بنخرج بـ Output أو بـ Deliverable، خلينا نقول التي هي تسليمات جزء من المشروع يمكن تسليمها بالنسبة لـ Customer وممكن يستفيد منها نحن طبعاً برضو واحد من الحياة الأساسية نحن نتكلم عنها بالتفصيل أنه في الـ Agile نحن نتكلم عن Shippable Product اللي هو عبارة عن تسليمات بالنسبة للمشروع قابلة للاستخدام من قبل الـ Customer وهو من قبل العلم هذا هو باختصار شديد الـ Agile Money وهذا ما أظن أنه يفصل على العملية بالتفصيل حسناً حسناً نمشيناً قداماً وكما اتفقناً يا إخواننا، إذا أخيزوا فيكم عند أي سؤال في أي وقت، ممكن توقفني قبل أن نمشي للـ Slider لكن إذا أخي شيء مواضح او اتفقناً في الـ Chat أو حتى أعمل أميوت وإن طواله على استفساد حسناً هنا أريد أن نعمل مقارنة سريعة مع بين الـ Agile ومع بين الـ الـ Defined Process طبعاً الـ Agile هي عبارة عن تحصل فيها تجربة حسناً وهذه هي العملية من التقرار التي تحصل لكي نتعلم منها حقيقة نتعلم نتعلم الـ الـ في الشكل الموجود معكم على الـ المراحل التنفيذة المشروع هي الـ مثلاً مثلاً عن تطوير التطوير الـ نبدأ دائماً بـ ونعرف أن نحن محتاجين لماذا؟ ونحن نقول المواصفات المواصفات في المرحلة ونحن نجمع كل المطلبات ونجمعها ونعرفها في هذه المرحلة ثم سنحن نتحرك إلى الـ ونجمعها 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 نعمل الـ ودعم ببطو الـ المتصدد أنه يكون مفترض يعني يكون كل مفترض ومفترض مفترض مفترض بعد ذلك نمشي الـ ونجمع الـ ونجمع الـ لكل المشروع نمشي بعد ذلك للـ التستن وآخر نمشي لـ طيب البروستس في الحالة دي زي ما قلنا اول حاجة هي كلها معروفة بالنسبة لنا يعني قبل ما نبدأ في المشروع عارفين الخطوات نحن نتبع عشان ننفذ المشروع بصورة واضحة حين نجمع كل المشروع و بالتالي كل الحيثة نحن نعملها من قد تكون تكون واضحة بالنسبة لنا طيب الكلام دا ما يقصل معانا في المستخدم في الاجائة حقيقة وهو نبدأ من التنفيذ المشروع بنائا على باكلوك المتحرك دينامي ما ساعد نشوفه مع بعض الاجتماعي نعارج على المشروع بنائا عليك تحصل العملية بالاناليسيس نعم بنعمل اناليسي الجوزء هنشتغل عليه و لاننا نشيل جزائع صغيرة من المشروع التي تعنا من المشروع بنائا عليها بيحصل الديزاين و بيحصل الكسر لو ملاحظة نجير عاجعين السهم دا حيظل لاب في كده في هذه الدائرة و يجبنا كل مرة نأخذ جزء من الباكلوك بنا و بنشتغله و بنطلع في النهاية بيحصل او بنسلم جزء من المشروع لابد من المشروع أول شيء لأن المشاريع مختلفة المشاريع مع المتشافة وبالتالي المشاريع تحديد طرق مختلفة لإدارة يعني بالتأكيد لا تنجح طريقة واحدة في إدارة كل المشاريع باختلافاتها أو باختلاف المشاريع المشاريع الواضحة التي تنتج منتج منتجات فيزيائية منموسة ممكن تكون مناسب لأننا نستخدم فيها الـ لأن في الغالب تكون الواضحة الدورة في الحياة المنتج ذاتها أو العمليات التي تطوير المنتج ممكن تكون الواضحة والإضافة لأنه أيضا في عدد المشاريع يعني دائما في عدد الفيزيائية يعني دائما في عدد المشاريع كبيرة يتمكنها من المعدن فيها أثناء العملية بتاعت تطوير المنتج المخدد أو أن نأخذ هذا النصر إلى المشاريع المشاريع ونحن نتجد أنه جزء كبير جدا من المشاريع المشاريع التي تتعطيها بصورة عامة وممكن تستطيع أن تتخذ هذا التعريف سنتحدث عنها بطفصيلة أكثر سنعرف عن ما هي المشاريع الواضحة لكن المشاريع التي تتعطيها المميزات الأساسية هي مميزات الأساسية ومميزات الأساسية لا تكون عبارة عن مميزات الأساسية أو مميزات الأساسية أو مميزات الأساسية المشاريع التي تتعطيها تحديات كبيرة وذلك تجعل الطرق التقليدية لإدارة المشاريع لا تنجح ولم تتعمل معنا في المشاريع حسنا لكي نفهم هذه المشاريع نجعلنا العين نحن لمحة تاريخية طريفة عن التطور الحياة البشرية بصورة عامة طبعاً كما عارفون في بداية الحياة على الأرض وعلى الإنسان الأول كانوا أضار عن هندر كانوا أضار عن الصيادين التحديات كانت مختلفة بالتأكيد التجمعات البشرية لا يعيشوا في مجموعات صغيرة مع مدنوعات كبيرة والحاجة الأساسية كانوا يعملونه وكانوا يحصوا على الغزاء وكانوا يعيشوا حياتهم بناءً على العملية الصيد 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 يستغطوا الحيوانات وكذلك وأيضاً اعتقاد الاختمار من الأشجار كانت موجودة طبعاً يلاحظون أنه في المجتمعات لا يوجد تحديات كبيرة يجعل الناس يتكلم عن مهارات مثلاً إدارية أو طرق مختلفة للإدارة بعد ذلك الثورة الزراعية الاجراء والذي هو الناس بدوا يتكمعوا مع بعض في مجتمعات أكبر شوية وبدل ما يكونوا عايشين فقط على أنهم يأخذوا من الطبيعة بصورة مباشرة إذا كانوا حيوانات أو الأشجار بدوا يفكروا أنهم ينتجوا وينتجوا بينهم يزرعوا ويجبوا أن يتحكموا أنه على الغزاء يأكلوه ويربوا الحيوانات أيضاً ومسعايته على الأساس أنهم يتحصلوا على احتياجاتهم بصورة أفضل من أنهم يكونوا محمدين على الطبيعة بصورة مباشرة طبعاً بالتأكيد عندما نتحدث عن المجتمع الزراعي ستجد أن يوجد حول الآن لبعض المهارات الإدارية لأنه يوجد موضوع الوقت مهم أيضاً لم يكن موضوع الزمن مهم بالنسبة لهم لأنه يوجد مختلف احتياجات ومن ثم يجد موضوع لكن السياسات المنزل بعدها تحتاج أن الزراع عندها مواققية محددة يجب أن تزرع محوطات محددة حيوانات تربيتها وبدأت تظهر بعض المهارات الإدارية البسيطة والأساسية يمكن أن يكون المناس في ذلك الزمن بعد ذلك ظهرت عندنا الثورة الصناعية والتي بدأت من.. يعني.. في القرن.. دعونا نقول للتسعة عشر.. والتمنتاشر والتي هي.. بدأوا الناس.. بدأوا ما كانوا عايشين في القرى وما كانوا عايشين على زراعة بدأوا يتحركوا للمدن الكبيرة وفي المدن بدأت تصحر المصانع الكبيرة وبدأوا الناس يصنعوا الآن ويستخدموا المشين الضخمة والكبيرة في عمليات التصنيع طبعا التصنيع أخوانا بالتأكيد ما هي الزراعة؟ محتاجة مهارات إدارية أعلى محتاجة تخطيط يعني بالتأكيد بصورة أكبر وبصورة عامة من ما كان موجود في الأجل الـ والإندستورية بالإدارة الثورة الصناعية خليني نقول أنها هي الخطة الأساس بالنسبة لي معظم التقنيات نحن نستخدمها الآن في إدارة المشاريع يعني مثلا مثل التي نستخدمها في العملية بالنسبة للمشاريع كانت عبارة عن نتاج طبيعي أخذنا نقولها واحدة من الضرق والأدوات التي تم تطويرها استجابة للثورة الصناعية طيب العمليات بالتصنيع يعني زي ما أنتم عارفون دائرة تخطيط، دائرة تخطيط من حيث المواد التي تحتاجها دائرة تحتاجها دائرة تحتاجها عالية جدا لازم أي شيء مصدد أنها تستخدمها يعني أعصب تحتاجها قبل أن نبدأها فكان بالتأكيد هناك تقنيات يعني دعنا نقول محددة كانت مفيدة بالنسبة للإندستورية لذلك طيب عليش أخواننا أنا أستاذنكم قبل ما أواصل لأنه فيناس مضموا لينا دي جبريل ومتور يا ريتوا وعرفسونا بي نفسكم أخواننا بي نفسكم أخواننا بي نفسكم أخواننا بي نفسكم وأيضا أريد أن أعرفكم أجل أن تفهمنا أو أجل أن تتعلم بي نفسكم أو أجل أن تتعلم أغرق الجميع الأشخاص الذين تقلوننا اشتركوا في القناة سوف نتحدث لن نتحدث عن مدعب ونحن نتحدث عن مدعب حسناً إذا كانت في أجلسيه سوف يكون مدعب بشكل جيد حسناً سوف نتحدث عن مجدد المشاكل أعتقد أنه جبريل جانيه سوف يكون جبريل جانيه حسناً جبريل، مجدد أو أنه قامت 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 حسنًا شكراً للمشاهدة لقد قمنات هذه المتحدة في العربية ولكن الآن سوف نقوم بعمل كل هذه المتحدة لتعود إلى الإنجليز أتمنى أن هذا حسناً مع كل منكم أتمنى يا أخوان إنجليزية تكون قوية مع كل الناس موضوع اللغة الإنجليزية على الرغمين نحن نواصل باللغة الإنجليزية لكن إذا ما فهمتني برضو ممكن تسأل ولو حبينا أنا ترجم لك باللغة العربية طيب ما قلت في عربية لنا لا تستطيع العربية قلت أننا سوف نقوم بعمل المتحدة في العربية ولكن أيضا أعطيت القطعات للعربية من المتحدة المتحدة من العربية شبكي لنعنى أنت من العربية صحيح نعم مبعا 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 بمبعا المتحدة لنعنى أعطيت هذه الرجالية usually the monitor used to switch to Arabic to for better explanation so there is no issue okay 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 that's good okay so let's move forward we said that most of the tools that we are using today in project management it's it is invented during the industrial revolution and as I said the the industrial or the industry usually needs proper planning before before the production of of any product is started and then now we are living in the era of the information revolution and as you know this this era actually it's focused more on the used of information of the using of the information and the collaboration and the people who own the power these days actually the people who has information and managing and owning the information and now most of the projects in this actually it's classified under the the knowledge worker project as we say which in this type of project the main input for this project is the knowledge of the people working on the project rather than raw material like the industrial revolution industrial work where we used actually raw material to reduce products but in informality in the knowledge worker project we need the knowledge more than zero material and actually if you just look around you these days most of the products that now we are using it's based on the knowledge like the applications that we are using to communicate zoom like the Facebook like the e-commerce platform and so on so all these projects it as we said it depends on it built up on the knowledge of the people who invented actually or who worked on on this project like the national and also people who have worked on the station from the beginning we said that the information revolution 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 that we live with now on the المعلومات والتعاون أكثر من التركيز على المواد الأولية والمدخلات يعني بالإنتاج كما كان موجود عندنا في المجالات الصناعية المختلفة و... زي ما قلنا برضو الزولة عنده الباور الليمني أو الشخص المتفوق والزول اللي عنده المعلومات يعني ولا معظم المنتجات تبقى موجودة هي منتجات مبنية على مبنية على التواصل التواصل وزي المنصات تحت التواصل الاجتماعي على اللي عنده المستخدم الاجتماعي أو زي الى الإيكومنت زي أمازون وغيرهم كلها بار عن نتجات حقيقة أو خلينا نقول اختراعات متنية بصورة أساسية على النواتش بتاع الاشخاص اللي اشتغلوا عليه طيب، إذا كانت حسنا نحصل على الانتاج أي سؤالة؟ قبل أن نحصل على الانتاج طيب، حسنا نحصل على الانتاج طيب، حسنا نحصل على الانتاج بين المشركات الأولى من أشياء الأشياء المسؤولية بكيوم القارية بلحفظة ومتالطفل الفيديو نحوظ كون من المشركات والاستدامفات المهرة المعChat اذا كان لديك فرصة خارج عملتنا فإن تكون موجودة لذلك فلن يكون موجودة في مجرد عملية أو موجودة موجودة في موجودة فإن العمل سيكون موجودة سيكون موجودة فإن أجل سيكون موجودة في موجودة والمقل في الأصول بالنسبة لديها اليهم المنزل مع أن نظرك المنزل منها لتبغط المنزل مع المنزل بالنسبة لفضيلة النجرة لحظة في الأساسي المنتظمات في المعلومات الأنساني لأيزال المنظمة لأن لا يوجد نظام الكثير من الوظفات المنظمة و أيضاً بالنسبة لن يوجد في تلك التعمل تصميم التواصلة من معينها تصميم التواصلة التواصلة هذا مما لنظم الأحدة إنه ، وهذا أحد veel المهمة بين النقلذ التps�يزي العديدية من المهمة إذا في النقل الناس handedoco الكثيرا sur hump وإنه Lord لدي ذلك علينا البقض، ن badass lip yelled at عبد المعلومات لأحسن اليوم since speech 35 الأ problem is which is the output of the project because as i said before the products the knowledge work is flexible so it can be changed during the development process or during the production of the product it's not like the industry work for example if you just want to build a house then you publish the plan that you are going to build a room in building the room. After you start the work you cannot change the plan of the house most probably, but in the knowledge work, if you just start developing a software and down the road you change your mind and you want to to change something in the software you can do it easily without a huge impact actually on the output or in the final output of the project. So the nature of the product that we are working on is industrial work because it's physical, so it's not flexible. So the production process or the development process, it will be stable, it will be straightforward. But we are not expecting many changes after the work is started. In the knowledge work, as we said, because the products that we are working on, it's flexible, so we can change it at any time during the development. So the work, it will not be stable. It can be changed at any time. Hello. Yeah. Sorry, Dr. Ahmed. I have one question. Yeah, welcome. NDCL work, you said that the work is visible. And the work is invisible. Yeah. For my understanding, if I can comment, for me, I think that it is more abstract. It is a matter of we cannot touch the work. But it is visible. For example, if I make one application, I deploy the application, the end user, he can see the application and use it, but he cannot touch it. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, you're right. And, you know, due to the nature of the product itself, because as we said, in the industry, it's physical, and here it's not physical. So here you can touch, as you said, and here you cannot touch. This is actually makes the work itself that we are going to do to produce the product. It's invisible. For example, if you are building a house and then you want to build a wall in that house, the work itself is visible because you are seeing each day there is a progress, or each hour actually, there is a progress because you are going to put bricks over the bricks, and then you will see that the work is progressing in front of you. You can see the output of each process. But in the knowledge way, because if we just were writing code to develop application, as you said, the work is not visible for the people working in the project. And actually, it's not easy to measure even the progress that we did during the production or during the development. But in the industrial way, because the work is visible, the measuring the performance and measuring the progress in the project, it's so easy because we can see what we are doing. I hope that it's clear now. Yeah, it's clear. It's clear. Thank you. Sorry, guys. May I ask all of you just to mute the microphone unless you want to ask a question or you have Sarah, Sahar, do you have any question? If not, please mute your microphone. Okay. Let's move forward. In the industrial work, actually, the emphasis is on running things. And you know, guys, also, in this point, in the industrial work, the definition of the success in the project is on to which extent we actually have to the plan that we developed at the beginning of the project. So the emphasis is on running things, how to make things running as fair, the plan that we developed at the beginning of the project. But in the knowledge work, we emphasize that the things will change down the road while we are working on the project. In the industrial work, we have more structure with fewer decisions. Why? Because already we have plan. So in the plan, all the things are there. All the processes are mentioned, the plan. and we have a clear structure who can do what and when and how. So just we have to follow the plan. But when we talk about the knowledge work projects, the structure, we don't have a strong structure like what we have in industrial work. So here we have less structure. and here we need to take more decision down the road while we are working on the project. In the industrial work, because all the things already explained in details in the plan, so we're expecting that we are not going to take a lot of decision down the road while we are working on the project. And in the industrial work, actually, we are focusing on the right answer. because already all the question is predefined because also, again, I'm going to say that because we have a plan. So here we want to do the things based on answering or saying the right answer or the correct answer. But in the knowledge work, we are focusing on asking the right question because the things are changing. So the most crucial thing that can help us to success in the project is to ask actually or focusing on the right question because, as we said, the things are changing during the project execution. In the industrial work, all the tasks should be defined, so we are going to define all the tasks. And this is also, it should be documented clearly in the plan. And here in the knowledge work, we have to understand the task because the understanding of the task, it's one of the main factors that can help the project of this type to success. In the industrial work, we have command and control because we have structure, as we said, we have the course here and then this is the people working under the project manager. So all the things should be controlled by the management and the commands should flow clearly from the management down to the people executing the task and working on the project. But here in the knowledge work, actually, we give the people more freedom during the work to select how they are going to execute the task, how they are going to organize themselves, how they are going, which process actually and which approach they are going to follow during the project. In the industrial work, we have strict standards. For example, if we are talking about the construction projects, definitely there are standards and these standards are strict and we have to follow it. And even if you just think about any industry, the medical industry, the car industry, and any type of industry, you will find that there is strict standards that should be followed during managing the work. But here in the knowledge work, because the knowledge work projects, actually, they are different. There is a big variance, actually, between the different projects in this category. So here we are going to focus more on the innovations. So we have continuous, continuous innovation. In the industrial work, we are focusing on quantity. So in the construction project, for example, we are going to focus on how many meters actually we accomplished during the day or during this week or during even this month. How many tons of siemens that we need and how many steel that we need, how many tons of steel and so on. So actually, our most focus will be based on the quantity. And for example, also, if you are talking about manufacturing, manufacturing, for example, any physical product, for example, fans, the focus will be on the quantity. How many tons of material that we purchased and then how many units that we produced by the end of the production process. Actually, that doesn't mean that we are not focusing on quality in the industrial work. But actually, it will not be the main focus. The main focus will be based on the quantity. In the knowledge work, actually, we are focusing on the quality. Because the quantity here, it's not a fixed, it's variable, as we are going to see in the rest of this session today. Here, the quantity, it's not fixed, it's not one of the main inputs for this type of project. It can be changed, it's a variable, it can be changed based on other aspects, actually, or other factors. In the industrial work here, we are going to measure our performance based on strict standards. So our performance will be based, for example, on the quantity that we produce. It will be based on doing the work in line with standards that we are following, for example, ISO something. So the performance will be based, let us say, based on predefined, actually, standards. And based on these standards, we are going to measure and assess, actually, our performance. When we talk about the knowledge work projects, here, as I said, the iterative process of the knowledge work project, it means that we are going to learn. So here, our performance will be based on what we learn. Are we going, are we moving forward, actually, in the project or not? So in each phase of execution, we are going to learn something and we are going to enhance, actually, our performance. In the industrial way, we are going to minimize the cost of worker for a task. Because if you have a manufacturer and then you want to reduce the cost, actually, of your products, the very thing that you are going to look at is the cost of each task that you are going to perform to produce your products. And then you are going to minimize the cost of workers in these products. So this is why, actually, in the industrial works that we are seeing most of the manufacturing nowadays, they are moving for automation to reduce the cost of the workers. So usually the industrial work is trying to minimize the cost of workers per task. But for the knowledge work, actually, because we cannot replace the knowledge worker or the human, actually, in this case, by machines, for example. So we are treating our workers as an asset. They are not expensive. They are not cost for us. So in the industrial work, the workers in the project, they are considered as expensive. They are considered a cost center for the project. But for the knowledge work, actually, we are treating our workers as an asset to the project. They are not considered as a cost center. So before moving forward, I hope this comparison now makes the picture more clear about the differences between the industrial work and knowledge work. If you have any question, welcome. Otherwise, I'm going to move forward. Actually, let us move forward and then we are going to talk about the agile in more detail, the agile mindset. And before talking about the agile mindset, let us also make a little comparison between the traditional project management and the agile management. The traditional project management, as you know, we are going to define the scope first. So, for example, if you want to construct a house, then you're going to define the scope. The scope, that means the work that we have to do to complete the project. And this will be based actually on the specification of the product that we have to deliver by the end of the project. So here we are going to define the area that we are going to build a house on it. And then we are going to define the specification of the house in details. And based on this specification, we are going to determine the cost and the schedule, the time that we need to complete building the house. So in this case, in the traditional, actually, the scope will be fixed. So we are going to fix the scope based on the specification of the house that we are going to build. And the cost and the schedule will follow, actually, the scope that we defined. And usually, as you know, the contract or the agreements between the contractor and the owner of the project will be also based on the scope because the scope here is fixed, as we say. In Agile, actually, we are going to put the things top down. Here in the Agile, we are going to fix the cost and the date and then the scope will be variable, will be estimated based on the cost and the date. And before we move forward and before explaining the Agile concept of dealing with the cost and date and the scope, as you see, as all of you know, this is three factors. It's called the triple constraint in projects. So. And the success, actually, in the project management, it will be based on these three different constraints. In the Agile, as we say, as I said, we are going to set fixed costs and fixed dates for the project and fixed schedule, actually, for the project. And then based on that, we are going to determine the scope. And actually, I know this is strange for most of the people, actually, how we are going to fix the cost and date and then make the scope valuable. And actually, here we are going to agree on the total cost of the project, we are going to agree on the total time that's available for the project. And then we are going to execute, actually, or do the part of the scope that can be done during the available time and within the available button. So, is this clear, guys? Let us move forward. Any questions before we move forward? Okay, Ahmed. Yeah. Welcome. So, if I understand well, for the traditional, we have the scope. Yeah. So, based on this, after we can define what will be the cost and the time that we need to do it. Yeah. Correct. But in Agile, we start from the costs or from the scope. We start from where we start. Yeah. Yeah. Actually, in Agile, a good question. In Agile, actually, we are going to agree on a broad or main objective for the project, which can be considered actually part of the scope. But we are going to start with the cost and the data. And then we are going to fix these two constraints. So, for example, in the project to develop a software, we are going to say that we have this amount of money to develop the project. And then we have this amount of time. We have three months, for example, to complete the project. And then based on these two constraints, we are going to define down the road, actually. It's not defined, actually, at the beginning of the project. Down the road, we are going to take from the scope the amount of work that can be done and accomplished within the available time and within the available budget. So, we start by setting the cost and data objectives or constraints. And then based on that, we are going to take work as we are moving on the project till we finish or reach the end date or reach the total amount of what is that assigned to the project. Exactly. So, this flexibility, it is due to the iterative of this methodology. Yeah. 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 Because each time you have the cost, so you define what you can do now and later in the next iteration, you can change again and do another part of the project. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Actually, as we said, we have fixed costs on time and then we are going to define, as you see here, this is the scope. This is the items of the scope. Okay. Can you see what I'm typing in the screen here? Yeah. Yeah. Yes. Yes. I'm seeing. Then we start executing the project. And as we said, the execution will be done like this, in iterative way, right? Like that. Yeah. In the first iteration, we are going to take part of the scope. So, for example, let us do these two items on the top here. And then we are going to complete these two items. And then, in the next iteration, we are going to take number three here. and so on. We are going to do this process, this iterative process, till we finished the or used all the budget assigned to the project. And till we reach, actually, the target date or the finish date of the project. is it clear now? Yeah. And I think, plan driven, what do you mean by value driven? Value driven. Sorry. Sorry. Yeah. 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 Come again. My question is, which is in the traditional, applied driven, which is already known. You are? Yes. So, there is a scope and we are putting a plan to catch post-order or time. But, in the agile, we are targeting, what you said, value, value driven, which is something known. Yeah. Is it something known? If I'm talking about software, definitely I'm talking about whatever software or requirement to be, to be ended. Yeah. But, here, here, value driven, I think it takes us to a scope. A little, for the end this, what do you mean by value driven? Okay. Actually, Suleyman, we are going to talk about the value driven approach in more details. But, what you said, it's very important. In the traditional, as I said also, it's a plan driven, as you mentioned. So, here, actually, we can put a detailed plan. Why? Because we know the scope and details. So, based on the scope that we have, we can put a detailed plan, including the exact cost that we need and the actual date of the project, the start date and the finish date of the project. But, here, again, we are focusing on the value that we are going to deliver. You are right. So, this is called, here, the value driven approach, value driven approach. And, that's plan driven. So, here, we are focusing on the value that we are going to deliver to the customer during the project. And, this approach actually affecting the project in different ways. For example, the value driven, when we talk about prioritizing the items here, of the items of the scope, actually, or the requirement of the project, we are going to put the most important values for the customer at the top of the list. And, then, we are going to start with it. And, also, when we talk about delivering something to the customer, we are going to focus more on on the things that can deliver real value to the customer. So, here, our motivation, let us say, or our guidance would be the value that should be delivered to the customer. But, also, at the same time, when we talk about the ADI, yes, we are focusing on the value. Yes, we are going to deliver value to the customer. But, we have two constraints. And, these constraints, actually, we are going to agree on before the start of the project, or at the early stage of the project, which are the cost and the dates. So, we are going to deliver value, but within agreed cost and within the agreed time for the project. Okay? Okay. Okay. And, here, also, this can give us more understanding about the differences between the ADI and water for water formula. Here, in the first, in the first graph, as you see, this is the time. So, this package is, actually, this is green, representing the money that will be spent during the project. And, this is the risk. And, this is the product. So, in the waterfall, actually, we are going to start spending on the project when the project started. And, the risk in the project, actually, it will be, it will be increased or it will increase as the time is going in the project. So, at the beginning of the project, if we are using AGI, waterfall, sorry, if we are using waterfall. So, at the beginning of the project, definitely, the risk will be, will be minor or be less. But, down the road, while we are working on the project, so, the risk will, will be increased till we deliver the project by the end of the project. And, as you see, the risk of failure of the project, because we are going to deliver all the product by the end of the project. So, down the road, the project, the customer and the people working in the project, they are not seeing, actually, what is produced during the project. They are not confident that the project will success. But, in AGI, because we are going to deliver value, as we said, we are going to deliver the project in iteration. So, this is incremental delivery, actually. So, we are going to, to see that the risk of failure, it will be decreased as the time is, as the project is passed. So, at the beginning, yes, the risk of failure, it will be high. But, once we start delivering part of the project, once we start delivering values to the customer. So, that means, the risk now of failure, it will be, it will be decreased. And, as you see here, the bucket is here. At the beginning of the project, we receive one bucket, and then, we add one to it. So, we have two bucket sheets from the project, and then, here, we have, we have the full project. So, the difference, also, between AGI and Waterfall. In Waterfall, or traditional, we are going to deliver the, the output of the project, at once, by the end of the project. But, here, we are going to deliver it incrementally. When we talk, actually, about the AGI, guys, AGI, it's a mindset. So, it's, it's, it's not, yeah, AGI, it's not just about knowing AGI method, and then, try to, to apply it in, in, in real life. So, this is why we are saying that there's a difference between being AGI or doing AGI. So, many people, actually, they just start by learning the practices of the AGI, by learning the different methods of AGI, and then, try to apply it in real life. So, we are saying that they are doing AGI, but they are not being AGI. Being AGI, you have to understand the mindset and the culture of the AGI before applying the AGI in the real life. So, the AGI, actually, mindset contains four values. And then, based on these four values, we have 12 principles. And, based on these two, actually, there are many, many practices and methods that try to apply or realize, actually, the values and principles. So, actually, before learning or discussing the practices of the AGI, the methods of the AGI, we have to know the values and we have to know the 12 principles of the AGI. The AGI values, the four values, actually, it's based on the, what's called the AGI manifesto. Actually, this AGI manifesto, it's advertised by many scientists and researchers in 2001. They met in a conference to discuss the challenges.